أمشكم حتى للتسعة ومتاع صباح نهاركم بزيد نهاركم مبروك كما تعرفوا دونك اليوم كما كنتوا تابعوا فينا دايق برشة مقبئة قالوا مانيش قاعدين نوصلوا في التفاعلات تاحو نحاولوا نوصلوا بعض التفاعلات الآن قبل الفاصل كنا سمعنا بعض التصريحات السامي تاهي سيد أحمد شوفتر كانوا ضيوف في البرح وات البرح في برنامج في برنامج إكسبيسون ونوصلوا احنا كما قلت الحوارتانا نحكيه وحكينا بالكدير على الحوار الوطني مع رئيس الجمهورية مواقف الحساب السياسية عن جوز مواقف مليء نوعا ما معه نقولوا هكا ولاي حركت شعب معه ما زلتو معه ما زلتو معه حزيت محاولة استقطاب من قبليك من على يمينك من اليمين قال كالفة لجيتكو ملتوه لا لا احنا معه مسار 25 جميلية والقرار هو قرار سيادي لحركة الشعب تقيم وتقدر وتقييماتنا وتقديراتنا أنه هذا المسار يمكن أن يكون مفيد للبلاد وذلك علش احنا نقرطنا فيه موش نهار 25 جميلية احنا نقرطنا فيه نهار 24 جميلية 24 جميلية حبتنا بيان بمناسبة السنوية لاغتيال أخونا محمد برامي عليه رحمة الله معناها وفي البيان هذاك من ضمن الحاجات أنه دعونا ابناء شعبنا إلى خروج الشارع ولا اسقاط هذه الحكومة التي كانت سببا في إيلام هذا الشعب ألما لا مزيد عليه ولذلك ما يجناش حتى صعوبة احنا في 25 جميلية لو عن ما اللي قالوا قبريكا سرياض انتبقى عليكم قال فما حزاب بالنسبة لي رئيس جمهورية بشي خلصها من الخزوم السياسيين كيف حركتنا أنا جوابت على هذا في الحقيقة جوابت على هذا أنا قلت هذه الحزاب السياسية لا تحتاج لي صيد رئيس الجمهورية لتخلصها من هذه اللي لأنه الشعب هو اللي خلص الدليل على ذلك عطيتك زوز نماذجا عطيتك نموذجا تعنيده تونس واللي كان أكبر حزب في البلاد بأكثر من 80 أو بقريب 90 نايب وين هو توا نسألو الشعب التونسي هو اللي حاسبه والشعب التونسي هو اللي أقصى وخلص نفسه منه كذلك حركة النهضة التدحرج في مستوى تلتليتها إذن كان بيد الشعب التونسي مش بيد سيد قيس سعيد لذلك ما أردت أن أقوله أنه ما قام به رئيس الجمهورية كان سيقع حتماً إن لم تغير هذه الحزاب السياسية موقفها وسياساتها والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أنا أحب أن أضيف حويجة صايرة لهنا أنه ثم قيادات في حركة النهضة كانت على وعي كبير جداً بذلك وصرحت بذلك ووصل بها الخلاف إلى درجة كبيرة مع قيادة الحزب، خاصةً مع سيد رشد غانوشي والدليل على ذلك أنه عدد كبير جداً من القيادات خرجت من الحركة ومنذ فترة كنت بحذاك من هنا وكان بحذايا سي سابير ديلو اللي خرج عن الحركة ومنذ يومين كنت في إذاعة أخرى قبلت سي عبد طيف المكي اللي أعلن عن حزبه جديد القيادات هذية في الحقيقة لماذا خرجت؟ لأنها أدركت أن السياسات هذيك معناها قاعدة تأثر في الحزب وقاعدة تضر في الحزب إضافة إلى أنها تضر في البلاد مثلاً كما قلت برشة تفاعلية المستمعين ونسمحون مش جيما نجمو نوصله خاصةً في وسط الحوار فما سويل مثلاً سيانيس يقول لك سيرياذ كيفيش كيفيش حركة النادة تقول ما تقسينيش ونحب في الحيوار نحب وتحب ترجع إلى خير يقول لك تحبوا هذي الكل من غير ما تعتذروا للتوينسة على هذا رأيه وبتبعه على التصرف الكارثي يقول لك في الدولة معناتها في العشر أسنين اللي فاتت ومعطي يحملكم توم المسؤولية السياسية والاقتصادية حتى إلى آخرية خليك كيف نقرب شوية موضوع الاقتصاد تقول لك الوضع ليحنا في اليوم توم جزء مليادي يقول لك تحب ترجع وتحكي مقبريك وكل وانتي من بعتذرت معناتها يقول لك فماش ما يكون بناواناً هو سيانيس إذا كان يرى أنه حركة النهضة مدينة ليه باعتذار إذا كان معناها أسأت له بأي شكل من الأشكال فحركة النهضة هي عندها من التواضع اللي يخليها تعتذر السيانيس أما أنه هو يتحدث باسم الشعب التونسي وباسم التونسيين أعتقد أنه هذا فيه فيه نوع من المبالغة باش ما نقولش حاجة أخرى يعني اليوم زاد حركة النهضة ما ننساوش اللي صنداج يعطيها قسم لا باسبية من نواية تصويت في البلاد تتراجع وإلا تتقدم هذا كهو حالة ديمقراطية وهذا كهو المرحلة صعيبة وحركة النهضة ما هيش حزب أنت عملايكة هي تعمل أخطاء والأخطاء هذية تتحمل مسؤولياتها فيها وفي الأخر كما قال سيمو حمد الشعب التونسي هو اللي يحكم هو اللي يعطي الثيقة وهو اللي يسحب الثيقة احنا مش اعتراضنا على هذا احنا اعتراضنا على أنه اللي حصل في 25 جويلية هو انقلاب على إيرادة الشعب التونسي وانقلاب على البرلمان هذا هو اللي يحصل في 25 جويلية لكن لو اليوم نمشيوا الانتخابات مبكرة انتخابات حرة وشفافة ونزيهة والشعب التونسي أو الأغلبية خلينا نقول باش نخرج من مقولة الشعب التونسي الأغلبية من الشعب التونسي يعطيوا أصواتهم الحركة الشعب مثلا الحركة النهضة ما عندها حتى مشكلة تحترم نتائج الصندوق وتمشي للمعارضة وإلا تمشي إذا كانت وافقة معهم ولا ما احنا مش مشكل مش هذا هو المشكل مثلا ماشي حزب في الديمقراطية يقعد ديما يحكم احنا ندافعوا على أنه حركة النهضة تكون في الحكم ولا ندافعوا على أنه حركة النهضة يزم تقعد هي ديما متصدر للمشهد السياسي احنا ندافعوا على المبدأ ندافعوا على الديمقراطية أعطيني ديمقراطية في البلاد واللي مش جيبوا حركة النهضة احنا قابلين بيه واللي مش جيبوا لحزة بلوقت وقت اللي نداتوا نسفاز بالانتخابات في 2014 حركة النهضة ما شككتش وما اعترضتش لبا ساي جبت أغلبية تفضلوا أحكم على روحك ولكن اللي حاصل في 25 جوية دي هو نرجع مرة أخرى ونأكد ما هواش عملية ديمقراطية هو انقلاب على الديمقراطية هو تراجع على الديمقراطية فما استفتاء كما قال رئيس الجمهورية فما استفتاء بش يصير حسب رايكم عندكم الوزن الكافي بش توصلوا صوت مغير أو ضد مثلا اللي بش يقدم للاستفتاء ممكن تكونوا موافقين ومزرنا ما نعرفوش بش تقدم للاستفتاء حوي knee kick تقلّك مهما كان عندها وزن في البلاد تسوى كل 20% ولا مهما كان معناتها اليوم في اللي ماشيين فيه ممكن عندكم طريقة بش توصل صوتكم لأنه مش تشوف البلاد قاعد ك는 قدموا الناس قاعدين خط قلت نظموا في رواحهم مقبليكا واكدونما قاعدينت نظموا في رواحهم مشكلوا مشاركين في الانتخابات ، ينتينوا بعد دعني ما قولُك أن站 أولا مشكلت الاستفتاء ومشكلت المصار السياسي الحالي هذا ما هوش مشكلة حركة النهضة. هذا راهو الأصل فيه مشكلة كل العائلات الديمقراطية في البلاد وكل الأحزاب الديمقراطية والقوى الديمقراطية في البلاد. لأنه قلت اللي حصل الآن لا يستهدف حركة النهضة رأساً وإنما هو يستهدف التجربة الديمقراطية. والمفروض أنه تكون ثم مواقف قوية ونلقاه نفس الحساسية اللي كانت تعبر عليها الأحزاب هذه والقوى هذه في مراحل سابقة توجاه بعض التجاوزات اللي ممكن كانت تحصل في موضوع الديمقراطية والحريات الحقوق الإنسان. قامس شفنا إحنا الإعلاميين كيفاش هابتيني الذاهر وشفنا كيفاش تصنيف تونس تأخر بواحدة وعشرين نقطة في حرية الأعلام والتعبير. شفنا تقارير من أمنيستي ومن هيومن رايتس ووتش ومن غيرها من المفوضية السامية الحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولكن هالقوات الديمقراطية وهالأحزاب هذه الجزء منها مخرجش وعبر بنفس القوة اللي كان يعبر بها قبل على التزامه وعلى دفاعه وعلى مبادئ حقوق الإنسان والحرية. لذلك اليوم المعركة ما هيش معركة حركة النهضة. هذه اليوم المعركة هي معركة الشعب التونسي. إما أنه الشعب التونسي يثبت أنه جدير بالديمقراطية ويخرج يدافع ويحمي ديمقراطيته ويقاطع هالمسار هذائي اللي ما هو مش يقدي بنا في نهاية المطاف إلا إلى عودة الاستبداد من جديد. أو أنه الشعب التونسي باش يسلم وباش يقبل بهال الشي اللي موجود الآن ولي قاعد يفرض فيه رئيس الجمهورية. ووقت حركة النهضة ما هي إلا جزء بسيط من هذا البحر الكبير اللي إحنا نسمو فيه الشعب التونسي وعندها معناها ما ما تنجمش. ما هيش موكول لها وحدها أنها تقاوم الانقلاب وأنها تقاوم هذا الاستبداد الزحف. باش نبدو فاهمين. اليوم ومش كل تقيس سعيد ما هوش مع حركة النهضة. مش كل تقيس سعيد اليوم مع كل القوات الديمقراطية في البلاد لأنه قاعد يحاول يسطو على العملية الديمقراطية ويقتل الديمقراطية في البلاد ويرجع بينا الاستبداد من جديد. على هذاك تشكل جبهة الخلاص الوطني وثم قوة أخرى حتى من خارج جبهة الخلاص الوطني. الحزاب الديمقراطية الاجتماعية قاعدة تعبر على مواقف. شفنا موقف نقدي لدى اتحاد الشغل. شفنا موقف نقدي لدى كثير من القوات السياسية في البلاد. فالحقيقة شكون نبقى معاه اليوم قيس سعيد. وشكون يدعم فيها قيس سعيد. ما حزب ولا اثنين. لا ما ما اكثرش. وما احترام اللوخيان الكل. وانا نعرف اللي عندهم افكار نبيلة قاعدين يعبروا عليها. وعندهم قيم مهمة قاعدين يعبروا عليها. وانا مراش في تناقض كبير بين حركة النهضة وبين مثلا نقول لنا ربما حركة الشعب في موضوع ربما العروبة ولا في موضوع كذا. بين ربما بعض القوات الأخرى اللي تدافع وترفع في شعار الدفاع على الحقوق الاجتماعية. زاد مراش تناقض موضوع ذات كبيرة. ولكن للأسف نقول أنه هالقوات دي ما تزنش في المجتمع الميزان الكبير اللي خليها تنجم تقلب موازين القوات لصالح قيس سعيد. وهو قيس سعيد فاهم الموضوع ذي. فاهم أن القوات اللي تدعم فيه هي قوات ضعيفة. معداش تمثيلها قوية داخل المجتمع التونسي. ولذلك اليوم وقت اللي نشوفه المشهد. شكون بقى يدعم في قيس سعيد؟ خماش. كل القوات السياسية الفاعلة والناشطة في البلاد. خذات موقف ضده وتطالب بالعودة للديمقراطية. الوقت يجيب شوك فاصل قسي نرجو نختمو باش بش نخرش. وعلاقل ما الحوار اليوم موش حوار واطن بذلك. ما فبش اقتصادة؟ على هذك بش نختمو. فاصل راجعي. أهلا أمل. شعاملة في ريفيزيون الباك؟ أنا وحل. مانيش فاهم الكور. ومانيش مناجم من ريفيز. طبعا يخترا من المشهد في وقوم سبيل المشهد؟ في وقوم باشد اقتصادة والمقراطية في المنزل الباك في الاجمع البركتالي. لين يجب قوة كوروية. الكامل ومانية في ريفيزيون الباك تضحي ومانيش في وقوم به ومانيش في وقوم بتنية اللي باك. نشوف قال تعليم المزاري. ترجمة نانسي قنقر 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 إلى إرادة شعبية رقم واحد. وهذا وما نسوش اللي هو الرئيس العربي الوحيد. الرئيس العربي الوحيد اللي وصله بطريقة غير تقليدية للسلطة. معناها الطريقة معناها هو الرئيس العربي الوحيد اللي وصله بطريقة غير تقليدية لسدة الحكم. معناها بطريقة سفر تمويل على طريق أبناء شعب شباب صغار متاع جامعة إلى آخر ذلك. هذه يجب أن نحطوه في ذهننا. وهذه النقطة رأي مهمة جدا في قراءتنا السياسية للمشهد السياسي التونسي. اللي فيه كثير كثير من التميز وكثير من الخصوصية. وطلق في ثلاثين ثانيا. نجيك تول الموضوع. الحمد نفيف حاجة. مثلا نجم نتكلم هنايا. ما لغز ما ما نشوش نرجع علي قالوا الكل وإن شاء الله ما نحرفلوش. ولكن مثلا أستاذ الاقتصاد معز العبيدي. معز العبيدي كانت تكلم في برنامج إكس بيسو. هوني وحكي على ثيقة الأسواق في بلادنا الأسواق الدولي. قولك ما عادش عندهم ثيقة في بلادنا. وفصرها ذايا بالأرقام وبالليكوغ. ونشوفه. والحاجة اللي تلفت نتيبها. وتكلم عليها حتى أنيس لوهيبي. بارح اللي ويددخل معنا كل نهارة اثنين في برنامجيك بيسو. تكلم عليها البارح في مواقع التواصل الاجتماعي. يرجع ليفصر فيه معز العبيدي. قولك شفنا نفس التصرفات. نفس التفاعلات السوق الأسواق الدولية. عامين التالي مع لبنان. وفي الفترة الأخيرة مع سريلانكا. نفس التفاعلات متاع الأسواق فيما يخص معناتا معناتا اليوم. ونشوفه معناتا اليوم المسكين اللي عنده دين معناتا متاع تونس. مسلف تونس. قابل اليوم معناتا لغندمان عالين على الأخر. معناتا الربح معناتا التود انتغير. هو بشي دخل منها فلوس. ولكن قابل يسيبه حتى قابل يسيبه بستين في المئة من قيمته وما ينتظرش بشي يقتفى كل الثمار متاع الفلوس اللي يسلفها هذا يدل أنه معندوش ثقة في المستقبل. مستقبل. تعا ذاك يعطيه طوي السيب يتخلص بين ثفرين منك الدين ذاكك يقعد يستنى بشي يعني هذي مؤشرات رأي ما هذي سوق هذي اللي فيها تدخل لتآمر وباقي تنجم كانت حاب تمشي في تآمر تقول تآمر وحبه بالعنى يظهر لي منبع يخزونا يشوفوا فيهم أرقام وارديناتور وبعنات ت danced and dar Eine أنا حاولت نبسط هكا الوضع اللي احنا فيه flavor أنا أنا كيفش نخرج من هاد أنا 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 في الأساس طبع ما تلحال أنا أحتارب ونفسي جدا لاي ماى یا بعتبار أنا منشه رجل واقتصاد لما مش بيجبdepي تكون اقتصادية غيبة تكون سياسية يا لما إلي جايك حذلك هذة الايجابة لكن لكن خلفية الأكاديمية تفرض عليا انتحري والتحري شنو يخليني نعمل يخليني نعمل جوز حاجات أني نقرأ المؤشيرات تو اللي هم موجودين ومتاحين المعهد الوطن اللي حساقت منا أفريل 22 7.5 تضخم النمو 16% في الثلاثة الرابع من 2021 الميزان التجاري 1960.3 سلبي مليون دي نعار خطر 16 حيبة ياسر لا واحد فصل ستة واحد فصل ستة واحد فصل ستة بالمية في الثلاثة الرابع في 2021 الميزان التجاري 1960.3 1960.3 سلبي مليون دينار في مارس 2022 البيطالة 18.4 في الثلاثة الثانية 2021 شنو عملتنا؟ هذي المؤشرات تعتو رجعت التالي شوية متاع 2015 وعملت مقارنة نلقى الحكاية مش بعيدة ياسرة على الحكاية هذي شمعنا شون الرزولتات نخرجو بها بطريقة ذي أن الحكاية مش مش ينتعتو لأنه اللي نسمع فيه أنا تو اللي نسمع فيه تو أنه راهو الرئيس قيس سعيد بمسكه لكل السلطات والحكومة هذي وكذا مع أنه احنا رانا أول من أول من نقد هذه الحكومة منذ منذ ميزانيا أنت عالفين واثنين وعشرين وبهبطنا بيان وقلنا ليس هذه انتظرت شعب تونسي قلنا الكلمة ذا لكن زاد الرؤية الأكاديمية والعلمية وكذلك الموضوعية تقتضي مننا أنه نقوله راهو اللي احنا فيه تو راهو هو نتاج لتراكمات أيه بالضبط يجب أن نقول هذا ليش لأنه نسمع فيه أصوات وقال في ذلك مرارا وتكرارا أنه راهو هو سبب وأوصل البلاد إلى ما نحنوا فيه كذا والجيش أحنا يعني رئيس الجمهورية ينسبوا أطراف تنسب في هذا الكلام بشكل مباشر مثالش كنت قال في بلاي صخر أما خسارة يعني وقت في حال أما ما تتقالش هناك فيك ما أقول نحكي لك المؤشرات بالعكس هذه المؤشرات هذه هو بالعكس نمشي معاك أبعدة يقولت السلطات فيه فما شكون اليوم يمشي وابعد يقول لك ما يهمني شوش بشي عمش بشي عمل على خاطر السلطات في دي أكثر واحد ينجمي صلح كما يقول فضع عبد كيفي بجرة قلب ينجم يعني وين هكا علش أحنا انقضنا هكا علش أحنا انقضنا وانقضنا الحكومة وعلى الإصلاحات وقلنا أنه فرصة لتدارك وذكا علش من ضمن المطالب اللي قدمتها حركت شعب هي لغارو معناها نعملوا ساعة نعملوا ساعة إيقاف النزيفة أنا حاس ما أسمعنا رو على فكرة في الأيام مثل قليل القاد ما فم الإعلان على برش حاجات والإصلاحات هذا صحيح هذا حتح سمع على لزيكو سلطنا حتح نو سلطنا لزيكو على حاجات من هذا القبيل معناها قلنا قبل جمش قلنا أنه لابد الساعة علش مبكري تم كلمة قلتها النقطة الرابعة قلت لي مسألة الأولويات هاي مسألة الأولويات هاي تعطيني ساعة دي ما مرة أخرى للأسف المشكلة الأساسية واللي كان يحكي عليه سيمو حامد هي الأولويات للأسف إحنا ما نعرفوش النظم وأولويات ما أؤمناش فاهمين الوضعية اللي عايشتها البلاد أراهو الوضعية اللي عايشتها البلاد الآن ما هيش وضعية تعمو زايدات سياسية وشكون اللي أخطأ وشكون اللي ما أخطأش أراهي البلاد الآن مهددة حقيقة بمعناها بإنهيار اقتصادي حاد طو بعد نرجع ونتحدث وشكون اللي يتحمل وشكون اللي ما يتحمل جمعناش عاربين من بعضنا ولكن اليوم أنا وقت اللي نشوف صندوق النقد الدولي وأنا الحقيقة متشائم مانيش مانيش عارف التفائل هذائي من نجبته ونقوله بصدق هذائي ونقول فيه وأنا ما نتمناشه لأنه اليوم وقت اللي نشوف أنا صندوق النقد الدولي يقول أنه ثم أربعة دول عربية وهذا في البارح ولا برحة لولا يظهر لي لفمي يقول في تقرير صندوق النقد الدولي مخاوف بخصوص تونس أصدر صندوق النقد الدولي أمس تقريرها السنوية عن حالة مئة وتسعين دولة والمساعدات التي سيقدمها ويذكر منها أربعة دول عربية ويقول ثلاثة دول أخرى استطعنا أن نصل معها لإتفاق وتونس لم نستطع أن نصل معها لإتفاق ومش ممكن نصل معها لإتفاق إلا ما نشوفه إجراءات في الواقع موش أعلى النواية كما كان قبل وهذا اللي بشي تنم حزباسبال ممكن في الأيام هذك عشي قلت لأيام قادمة بشكل مهم وهذا يتوى اللي بشي نشوفوه ولكن حتى هالإجراءات هذه المشيقع للأسف وحتى هالإجراءات هذه المشيقع علينا في الواقع كنا في وقت من الأوقات نحكيه على إجراءات مصاحبة لتخفيف حدة الأزمة الاجتماعية اللي ممكن تتسبب إحنا الآن ما ناشي نحكيه على هذك ولنا وكأننا الكلنا متمسكين بمطلب ما يسمى بين ذفرين بالإصلاحات اللي هي نوع من العقوبات اللي باش تتسلط على المجتمع من دون ما نقرأ الأثار لقدر الله الاجتماعية اللي ممكن توصل لها سواء من خلال تفقير من خلال ضأ معناها يعني فما تضحيات لازم تسير فما تضحيات كبيرة لا المشكل مش فقط في التضحيات المشكل ما يمكن أن تقو أن يقود له الضغط الاجتماعي من لقدر له انفجاراته من غيره وما غيره وما غيرها داخل المجتمع وهذا مشكل كبير ياسم فبالتالي قالوها برشو محلقين كان صلحنا من قبل كانتكونا خفف طوى ما تفشلوا ما عادش وقت متاع أنت شاعملت وانا شاعملت وانا شاعملت وانا شاعملت وانا شاعملت واصوليتنا في الأمر هذا شكرا لكم الزوز شكرا لك الدكتور